موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم معانا الفصل السابع أول سؤال يقولك في المصدر الضوئي الموضح طبعا ده كشف وطبعا نحنعرفين في الكشف بيكون الانبعاست التلقائي هو السابع وبالتالي يكون الانبعاست التلقائي هو السابع رقم اتنين بيقولك أي من أزواج الفوتونات التالية تعبر عن فوتونات مترابطين طبعا فوتونات مترابطين بيكون لهم نفس التردد أو الطول المجي والسعة طبعاً لو مجتين سيحتفظوا فيما بينهم بفرق طول ثابت لو فوتونين سيبقى لهم نفس الطول يعني نفس البداية فانت عند كده لو بصيت هتلاقي ان ده نيو وده اثنين نيو غلط لان هنا في اختلاف ايه؟ طبعاً شايف كده في اختلاف في التردد او الطول الموجي هنا هتلاقي ان هنا نيو ونيو بس هنا لهم اتجاهين مختلفين وبالتالي غلط فرق الطول يلينا ما بينهم بمية وتمينين درجة لانهم في عكس الاتجاه عندك هنا الاتنين في نفس الاتجاه وبالتالي لهم نفس الطول ولو بصيت كده هتلاقي لهم نفس الساعة ولهم نفس التردد وبالتالي الاجابة تبقى دي الشكل البياني لازي يمثل العلاقة بين شدة اشعاع مصباح كهربي والمسافة دي التي يقطعها الاشعاع مبتلة عن المصباح نحن عارفين ان الدول الناتج من المصابيح الكهربية او الانبعاث التلطائي عموما بيكون او بيخضع لقانون التربيع العكسي قانون التربيع العكسي بيقولك ان انت كل ما بتبعد او الشدة الضوئية بتتناسب عكسيا مع مربع المسافة اللي انت بتبعدها عن المصدر والانبعث او الشدة الضوئية وبالتالي انت عندك هنا او الشدة الاشعاع وهنا الدي تربيع هتبقى العلاقة كده تمام هو هنا رسمها دي فالمفروض العلاقة تبقى هتبقى شبه ده بس النقص في ال اي هيبقى اكبر من الحالة بتاعت الدي تربيع يعني لو ما تجي تعملها دي هتلاقي ان النقص يبقى اكبر يعني بشبهه بعد كده فهي الاجابة هتبقى دي رقم 4 بيقولك الشكل البيان الذي يمسي العلاقة بين شدة اشعاع مصدر الليزر والمسافة دي التي يقطع الشعاع مبتعدا عن المصدر طبعا احنا بنقول ان المصدر الليزر تقريبا الشدة بتاعته ما بتتغيرش هي بتتغير بس بتاخد مسافات طويلة جدا عبل ما بتتغير وبالتالي بفرد بفرد ان الاشعاع ثابت مع اختلاف المسافة وبالتالي الاجابة تبقى دي بشدة الاشعاع ثابتة مهما بتعدت عن المصدر رقم خمسة بيقولك النسبة من فترة عمر الزرة في مستوى الإصارة الجر المستكر مستوى الإصارة الجر المستكر اللي هو المستوى العادي بتكون فترة العمر عشرة والسلب ثمانية ثانية تقريبا من عشرة والسلب ثمانية وفترة عمر الزرة في مستوى الإصارة الجر المستكر في مستوى الإصارة الجر المستكر بتكون عشرة والسلب ثلاثة بيقولك كيف النسبة بين ده لده طبعا لما تقسم ده عشرة والسلب ثمانية عشرة والسلب ثمانية ستحفظ ايضًا عشرة سرعة الضغش بغد النظر عن الضغش ؟ سبعة الخاصية المشتركة بين فتونات إشاعة إكس podstawية غلط فتونات إشاعة إكس فتي سعوية ثبعا مستوى ليسا ربطة يعني ليس لها نفس الطور وبيكون في مدى من الترددات والأطوال الموجية وكذلك بيكون الساعة مختلفة وبالتالي ليست متربطة وحديثة الطول الموجي طبعا ده برضو غلط لها نفس السرعة طبعا ده صحيح فوتونات الليزر ده فوتون وفوتونات شعر اكس كلهم الاثنين أضواء أو ضوء يعني وبالتالي كلهم نفس السرعة تمانية تعرض سطح الاضاءة بمصادر ضوئية مختلفة لها نفس القدرة الضوئية على نفس البعد فتكون شدة الاضاءة أكبر باستخدام طيب احنا هنا عاوزين شدة الاضاءة شدة الاضاءة بتساوي القدرة على المساحة وهنا يبقى هنا شدة الاضاءة تساوي القدرة على المساحة وهنا بيقول لك ايه بيقول لك لهم نفس القدرة الضوئية المصادر لها نفس القدرة الضوئية وهي هنا وهنا البعد طيب بيقول لك هنا ضوء مصباح التنجستين الفوريسينت النيون الليزر احنا عارفين لو ده الليزر فانت عندك الشدة الضوئية هتفضل سبتة مهما بتعدت عن المصدر بينما في الباقي دول كلهم دول مصادر ضوئية عادية وبالتالي عندك هنا الشدة هتقل كل ما بتبقى عن المصدر وبالتالي الوحيد اللي شدة بتاحته هتبقى أكبر هو ضوء الليزر تسعة لا تتبع إشاعة الليزر قانون التربيه العكسي في الضوء لأنها متربطة طبعا لأنها متربطة ما بتتبعش قانون التربيه العكسي ليه لأنها متربطة يعني متربطة يعني بتكون كده مثلا لو دي موجة فدي موجة تانية وهكذا وبالتالي انت عندك الشعاع بتاعك الشعاع مركز الويفز اللي عندك كلها بتكون لها أو بتحتفظ فيما بينها بفرق طور ثابت وبالتالي بتكون مركزة تمام بعكس الضوء العادي بيكون أو ما بتكونش محتفظة فيما بينها بفرق طور يعني كل موجة لها اتجاه وبالتالي شدة الإشاعة بتاحتك بتقل مع البعد يعني يبقى تاني كده دي متربطة متربطة بتكون مركزة أكتر لها نفس الطول الموجي والتردد الساعة وإلا تتجاه بينما انت عندك الأضواء العادية وطبعا بتحتفظ فيما بينها بفرق طور ثابت بينما انت عندك الأشياء العادية ما بتكونش كده بيكون الاتجاهات بتاحتك والطور والحاجات دي مختلفة كذلك الساعة كذلك الأطوال الموجية وبالتالي ما بتكونش مركزة وبالتالي بيخلي القانون التربيع العكسي ما بينطبخش هنا هو الترابط تمام رقم 10 الحزمة الضوئية لإشعة الليزر متوازية يعني أن فتونتها لا نفس الاتجاه طبعا دي مش محتاج 11 إذا سقطت شوية ضوء من الليزر على أحد أوجه منشور سلاسي فإنه يخرج طبعا عندك منشور سلاسي بيكون كده لو أنت عندك سقط شو أعمل الليزر لو فرضنا أنه سقط من هوا طبعا الليزر ده أحادي الطول الموجي طالما أنه أحادي الطول الموجي وبالتالي هيكون لي زاوية إيه؟ زاوية إنكسار واحدة إحنا عارفين أو إحنا كادنا بإجادة إن بتساوي ساين فاي على ساين سيتا في تاني سانوي فأنت عندك هنا زاوية السقوط واحدة وعندك هنا أحد الطول الموجي يعني ليه إن واحد وبالتالي هتكون سيتا واحدة وبالتالي ده مش هيتحلل لألوان إيه؟ لكذا طول موجي تاني وبالتالي هينكسر كده بعد كلا هو طالح هينكسر كده مبتعدا عن العمود وبالتالي يحصل هنا إيه؟ حصل انفراج ماشي وتغير في الإيه؟ أو حصل انحراف الانفراج هنا معناها هقولك معناها هنا حصل انحراف عندك زاوية الانحرافة تبقى دي الألفة ده حصل انحراف هو هنا قصده بالانفراج قصده بالانفراج إن ده متحللش يعني فهو قصده كده بالانفراج يبقى هنا الانفراج هو قصده بيه؟ إن هو ما تحللش طبعا ما تحللش لأنه أحد الطول الموجي يبقى انت عندك هنا في إنها يخرج على استقامته دون انفراج غلط ما تطلعش على استقامته منحرف عن مصاره بزاوية انفراج كبيرة غلط منحرف عن مصاره دون انفراج يبقى الإجابة تبقى دي رقم 12 كل مما يالي صحيح فيما يخص عملية إنتاج الليزر معادة الانبعاث التلقائي يحدث إثناء عملية الإنتاج طبعا الانبعاث التلقائي يحدث عادي في البداية خالص أصلا يعني أول يعني قبل ما يبقى فيه فتونات خالص في البداية خالص بتنتقل في البداية خالص بتنتقل الفتونات من A2 إلى A1 في زرارة النيوم بالانبعاث التلقائي قبل ما يبقى فيه أي فتونات خالص فلازم يبقى فيه النواة النواة بتحتك هو الفتونات اللي نتجه من الانبعاث التلقائي وبالتالي هنا الفتونات اللي بتنتش من الانبعاث التلقائي دي بعد كده بتتحرك في الداخل الأنبوبة وبتصطدم ب المرأتين المتوازيتين وبعد كده بيحصل الانبعاث المستحس وبالتالي في البداية خالص أصلا بيبقى فيه ايه انبعاث التلقائي دلال ان جوا مع اثناء عملية انتاج الليزر برده الانبعاث التلقائي شرقال وبالتالي ده صح شدة اشاعة الليزر تتغير طبعاً لمعامل الإعكاس للمرأة شبه المنفذة طبعاً ده صح المرأة شبه المنفذة معامل الإعكاس بتاعها 98% كلما تغير معامل الإعكاس بتاعها كلما ايه شدة الشعاع الخارج منها اللي احنا بنطلعه من المرآة هتختلف وكذلك الشعال اللي جوه اللي هي اصنع الانعكاسات هتختلف وبالتالي هيحصل هنا اختلاف في الشدة على حسب معامل الانعكاس انتاج الليزر لا يتطلب وجود مصدر طاقة خارجي طبعا ده غلط لازم وجود مصدر طاقة خارجي عشان تصير الزراط وبالتالي ده غلط يبا هي دي الإجابة الوسط الفعال لليزر يحتوي على مستوى طاقة خارجي عشان توصل لحل الاسكان المعكوس رقم 13 بيقولك يقع ليزر الهليوم نيون في منطيد طبعا ليزر الهليوم نيون بيقع في منطيد الضوء المنزوج طول الموج بتاعك بيكون 632.8 نانو متر وده ضوء احمر بالنسبة له الهليوم نيون بيانتك ضوء احمر طبعا اختلاف الضوء الناتج بيختلف باختلاف المادة الفعالة المادة الفعالة هي المادة الفعالة بتاعتك الهليوم نيون وبالتالي الضوء احمر المادة الفعالة المادة الفعالة هي الهليوم بس لانه المسؤول او الضوء الناتج بيانتج عن انتقال الالكترونات من مستوى الطاقة المستقرة لمستوى الادنى في زرات الهليوم وبالتالي بنعتبر ان المادة الفعالة ممكن نقول الاثنين على اساس هما الاثنين اللي بيبقوا مع بعض او ممكن نقول النيون بس على اساس ان هو ده المسؤول عن انتاج الليزر يبين الدول المنظوم 14. تم بأس اشاعة الليزر في ليزر الهليوم نيون من زرات طبعا احنا لسه الينا دلوقتي النيون فقط رقم 15. الخاصية التي تسمح باستجدام اشاعة الليزر في الهيلوغرام هي انها طبعا بسبب انها مترابطة رقم 16. استجدام شعال ليزر طوله الموج لمضة في التصوير المجسم فكان فرق التور بين الاشاعة المنعكسة والاشاعة المرجعية باي على الاثنين فان فرق المصار بينهما عند الطلاق طيب احنا قلنا ان فرق التور هنسمي دلتا سيتا بيساوي اثنين باي على لمضة فرق المصار هنسميها اكس ماشي او هنا بيقول لك ايه بيقول لك كان فرق التور اللي هو ده بتساوي باي على الاثنين فحنا عايزين الاكس طبعا تشغل باي مع الباي وبعد كده البنت عندك نص بتساوي اثنين على لمضة اكس نجيب الاكس في طرف الواحده هيساوي لمضة على الاربعة بس كده او بس اول سوال بيقول لك ما النتاج المترتبة على مروف فتون فوتون طاقته E2S-E1 على زراتي الوسط لتفعيل X و Z الموضحتين بالشكل المقابل طيب انت عندك هنا في الشكل X هنا فيه إلكترون في مستوى الطاقة الأرضي اللي هو E1 لما يسكت عليه فوتون الطاقة بتاعته تسوي فرق الطاقة بين المستوين دول فهيمتص الطاقة دي هو يمتص الفوتون يعني وينتقل إلى مستوى الإصارة بعد فترة العمر إلا أنت إليكترون ده هينزل تاني المستوى الأرضي وهنبعس فرق الطاقة على هيئة فوتون تقوم بتسوي فرق الطاقة بين المستوين بينما هنا انت عندك هنا الفوتون إسهل الإلكترون في مستوى طاقة أو مصار يعني الزر هنا مصار فانت عندك هنا لما يسكت فوتون الطاقة بتاعته تسوي فرق الطاقة بين المستوين فإلا هيحصل هينبعث الالكترون ده هينزل المستوى الارضي و هينبعث فتونين لهم نفسه او فتونين مترابطين عموما يعني بس كده رقم اتنين عدم موجود مرقتين متوازيتين في نهايتين الوسط الفعل لو ما فيش مرقتين متوازيتين فانت عندك هنا لانت تم عملية تكبير الشعاع لان لعدم حدوث انعكاسات للفتونات اللي داخل العنبوبة وبالتالي لن يحدث الانبعاث المستحز وجود لازل هليوم مفردا في عنبوبة الليزر لو الهليوم لوحده فلن يتم انتاج اشعة الليزر رقم اتنين بيقولك الاشكال التالية تمثل مستوىات الطاقة للزرة اي منها يمثل حالة امتصاص طبعا حالة امتصاص يعني فتون سقط على الزرة وامتصوا الالكترون وانتقل مستوى ادنى لمستوى اعلى لو انت بسلت كده دي ما تنفعش دي طبعا هتبقى انبعاث مستحز طيب دي فتون سقط على الزرة طبعا دي هي حالة امتصاص طبعا دي حالة ايه؟ 3- عملية الإنبعاث المستحس تتضمن إنتاج فتون آخر مطابق للفتون الساقط هل الحصول على هذين الفتونين يعد انتهاك القانون حفظ الطاقة؟ طبعا لا، ليه؟ لأن أحد الفتونين هو الفتون الساقط والآخر هو الفتون الناتج عن انتقال الإلكترون من مستوى الطاقة الأعلى إلى مستوى الطاقة الأدنى 4- اسكر عاملا واحدا يؤثر عن طلاق فتونات متربطة من زر المسورة طبعا عشان تنتقل فتونات متربطة فلابد أن يسقط الفتون أو يسقط فتون الطاقة على زر المسورة بطاقة تساوي فرق الطاقة بين المشتوىين فإنبعث فتونين لهما نفس التردد زي الحالة دي لهما نفس التردد والاتجاه والطور 5- اكتب المستوى العلمي خاصية اتفاق فتونات الليزر في التردد لاحظ هنا بيقولك في التردد أو الطول الموجي ده النقاع الطايفي 6- قرم بين إشاية اكس وإشاية الليزر من حيث الطول الموجي لكل منهما عندك إشاية اكس دي بيكون في مدى من الأطوال الموجية ده إشاية اكس إشاية الليزر بيكون تقريبا الإشاعة مركزة عنده طول الموجي واحد تقريبا بالتالي بالتالي من حيث الطول الموجي لكل منهما ده إشاعة اكس مدى من şimdi عطوال الموجية شعة الليزر له طول موجي واحد تقريبا الريزر الهليوم والشععة مصباح النيون عند مرور كل منهما خلال المتياف طبعا الريزر الهليومنيون مقوم من طول موجي واحد ب với期 celebrity يتبقه طول موجي واحد بينما شوعة مصباح النيون ده بيشع أطوال موجية أو طيف مستمر وبالتالي هنا عند مروره خلال المتياف يتحلل إلى مكوناته المرئية وغير المرئية رقم سبعة موظفة زرات النيون في ليزر الهليوم نيون طبعا زرات النيون هي المسؤولة عن إنتاج الليزر حيث يحدث فيها حالة الإسكان المعكوس و عندما تحدث حالة الإسكان المعكوس يتم إنتاج الليزر عن طريق الإنبعاث المشتحس رقم ثمانية بيقولك إثناء إجراء أبحاث إنتاج الليزر و وجد العلماء أن كفاية إنتاج الليزر تكون عالية جدا عند إضافة الهليوم إلى النيون بدلا من استخدام النيون مفردا في الانبوبة و وضح الدور الذي يكون به الهليوم طبعا الهليوم بيكون بنقل طاقة الإسارة إلى زرات النيون عن طريق تصاعدهم الجيرمال رقم تسعة في الليزر الهليوم نيون وضح ماذا يحدث عند استخدام مرقتين عكستين متماثلتين عند نهايتين أنبوبة الليزر لو أنت استخدمت مرقتين عكستين فأنت هنا مش هتقدر تكلع الشعاع وبالتالي يتم تكبير الشعاع داخل الأنبوبة أو داخل الأنبوبة اللي عندك أنبوبة الليزر ولا يمكن الحصول على إشاعة الليزر خارج الأنبوبة يعني أنت هنا المرقاة الشبه المنفذة عشان تطلع جزء من الشعاع عشان تستخدمه هنا لو أنت عندك المرقتين عكستين فخلاص الشعاع يفضل محصول إيه داخل الأنبوبة عشرة وضح لماذا عند سقوط شعاع ليزر الهليوم نيون على سطح معدن لم تنبعث إلكترونات كهرودوية بالرغم من التركيز العالي للشعاع بينما عند سقوط ضق أبيض على نفس السطح انبعثت إلكترونات كهرودوية طبعا هنا لأن شعاع الليزر الهليوم نيون ده بيكون ضوء أحمر تردده منخفض وبالتالي والشرط الأساسي لكي تنبعث فوتونات كهرودوية أن يكون تردد الضوء الساكت أكبر من أو يساوي تردد الحرج وبما أن التردد الضوء الأحمر منخفض وبالتالي يكون أقل من التردد الحرج لمدة السطح وبالتالي لن تنبعث فوتونات لن تنبعث أصد إلكترونات مهما كانت شدة الضوء الساكت بينما الضوء الأبيض يحتوي على ألوان الطيف السبعة ومنها البنفسيجي والأزرق وهذه الألوان لها طول موجي صغير أو تردد كبير يكون أكبر من التردد الحرج وبالتالي تنبعث إلكترونات 11 مال مقصود بالتصوير المجسم الهيلوغرافي طبعاً هنا بيتكلم عن التصوير المجسم ما بيتكلمش عن الهيلوغراام يعني فيه فرق ما بين الاثنين الهيلوغراام هي الصورة المشفرة اللي بتتكون نتيجة التداخل لكن هنا التصوير المجسم ككل الهيلوغرافي فأنت هنا هتقول هو يعني ممكن يعني هو مفيش تعريف معين بس انت هنا ممكن تقول هو تصوير الأجسام للحصول على صور سلاسية الأبعاد للأجسام وهيحدث ذلك باستخدام أشعة المطربطة مثل أشعة الليزر وتشرح بقى العملية اللي هو بتستخدم حزمة من الأشعة المرجعية لها نفس الطول الموجي للأشعة التي تترك الجسم وتلتكى الأشعة المرجعية مع الأشعة التي تترك الجسم عند اللوح الفوتوغرافي وأحدث منها تداخل وتتكون هدى بالتداخل على اللوح الفوتوغرافي ودي هي اللي اسمها الهيلوغراام فهنا مش أصده الهيلوغراام هو هنا أصده التصوير المجسم ككل طبعا تعريف زي ده يعني معتقدش انه ممكن يجيلك يعني فهو ممكن يسألك عن الهيلوغراام فهتقول إن الهيلوغراام ده صورة مشفرة ودي بتتكون نتيجة تداخل الأشعة المرجعية مع الأشعة التي تترك الجسم اللي هي الأشعة المنعكسة عن الجسم يعني عند اللوح الفوتوغرافي ودي بتكون على شكل هدى بالتداخل بعد تحميل اللوح الفوتوغرافي وطبعا بينارتها بأشعة لها نفس الطول موج الأشعة المرجعية تتكون صور سلاسية الأبعاد للجسم ما شرط تكوين أو تكون صور سلاسية الأبعاد طبعا شرط تتكون صور سلاسية الأبعاد أن تكون الأشعة متربطة أشعة المستخدمة متربطة رقم 13 علل تستخدم أشعة الليزر في توجيه السواريات في التطبيقات الحربية تستخدم أشعة الليزر إشعة متربطة وبالتالي لا تفكد شدتها مع البعد عن المصدر وبالتالي يمكن استخدامها في التطبيقات الحربية عن طريقة توجيه السواريات بس كده نحن كده خلصنا هذا الدلس طبعا الفصل كله يعتبر دلس بسيط بسيط وهنكمل في الفصل الثامن في الفيديو القادم بتوفيق وسلام عليكم موسيقى